شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة بفكرة بجوز بدت يعني أفكارها مع الدكتور هاني لما كنا عم نحكي بشي يفيد البلد نطلع من التنظير نطلع من المشاريع اللي هي ممكن تكون مكتوبة أفكار براقة ولكن نجي للناس البسيطة العادي هاي الفكرة من فترة ونحن اللي يعني كمنظمات مجتمع مدني سوريين بجوز جداد على العمل يعني عمرنا خمسة ست سنوات من أكثر الشيء اللي استفدناه مع احتكاكنا بالمنظمات الدولية والناس اللي سابقونا بالخبرة قد يكون هو موضوع رفع الاحتياج إنه نحن نسأل كيف فعليا الناس شو محتاجة وبعض هاي المبادئ السنة الأخيرة اللي نحن هلا فيها عب بحكي كمنظم كشخص ضمن أكتر من ورشة عملناها جوة أكتر من سؤال أكتر من مكاتبنا المنتشرة داخل سوريا الناس شو محتاجة وجدنا الناس داخل سوريا في الشمال السوري أنا عب بحكي تحديدا من مناطق عملنا محتاجة شغلتين أهم من كل شيء آخر مكان يتقاوى فيه خصوصا للناس اللي بالخيام أو اللي قاعدين عند جيرانهم أو اللي ست سبع عوائل قاعدين بغرفة عشرات آلاف العوائل اللي تهجرت من حلب تهجرت من الغوطة تهجرت من حمص غير اللي هدمت بيوتها العالم بدا تحس أنه فيه شيء إلي في غرفة قاويتني أنا وعيلتي هذا من الاحتياجات الضرورية عند الناس والشيء الثاني فرصة عمل بدا الناس تشتغل خمسين دولار خمسين دولار مننزل إعلان عندنا بالجمعية على وظيفة مئة دولار حجم الواسطات والناس اللي بتتصل واللي بتقدم كبير مئة مئتين واحد مشان وظيفة وظيفتين الراتب مئة دولار بالشهر ثلاثة دولار باليوم ضمن هالإحتياجين بلشنا نفكر أنه طيب أنا شو اللي ممكن أوجد فرص عمل للناس وموضوع الإيواء موضوع الإيواء ما راح أحكي فيه مباني البيوت اللي صغيرة يعني ما هون دوره موضوع العمل أيضا نشف نتشعب شو ممكن نشتغل شرائح المجتمع كثيرة في شريحة الشباب اللي مثقف اللي عنده مهارات هذول اللي شريحة في شريحة المهنين وفي شريحة بسيطة عنده بعض طلع فكرة أو من الأمور اللي يعني دكتور هاني كمان حكي فيه أنه نحن هون بتركيا موجودة فكرة البازار في ناس عنده محلات هيشغالة بتدعمه سواء بكرة بمشروع القرض الحسر راح يبين يعني أو اليوم هلأ تمان شوي النقاش أصحاب المهن كيف ممكن تساعدهم طب الناس اللي ما عنده أو مهارات أو هو عنده بعض ونتا بده يعرضه فكرة البازار أو السوق الشعبي طبعا يعني البرزنتيشن ما راح كتير التزم فيه أنه هو مثل ما تقول أنا ما بحب الكلام اللي محطوط هيك أنا عم بحكي الكلام بعملته كيف طلعت الفكرة نحن عم نحكي خلفية المشكلة هي النقاط اللي موجودة أمامكم الآن تقدروا تشوفوها بس في ناس بده مكان تعرض فيه هو عنده شيء ممكن يسمع شيء أرملة اشتغلت كروشي بالبيت طب وين بده توديه إلا نعمل سلسلة تجارات كبيرة وهي ببلاد مستقرة بتكون جيدة سوريا بالفترة الأخيرة قبل بداية الأزمة انتشرت فيه شيء اللي هي الورش تجار كبار عم يصدروا بمئات الملايين من الدولارات كان ما عنده مصانع بروح الصبح بمر خصوصا بحلب القديمة التاجر بمر بيعطي مواد الإنتاج لمئتين عائلة بيرجع للمسهب اللي ممله ألف دزينة وبيبيعها نفس الفكرة اللي نحن اليوم بشيء أبسط انه هالناس البسيطة بده ما كان تروج فيه أفضل شيء انه نعمل سوق شعبي فهي تقريبا الاسلاج الثاني تأسيس سوق أو بازار مثل هيك على قطعة أرض حكينا انه نحن عشرة دنوم لقيناها بمنطقة المخيمات لانه في عندي بمنطقة المهمات خمسين ألف أسرة ساكنة بالخيام جزء منها صح تحول لنوع من البركسات أو انه بنا بس ولكن أنا بالنهاية في عندي كثافة سكانية بستطيع انه اوفر سوق شراء وسوق إنتاج وهي ضرورية في أي فكرة لبازار انك تشوف وين بدك تحطه نازم الناس الوصول للمكان سهل سواء للبائع أو للمشتري فكنا اخترنا المنطقة بأطمة وراح اتقسم الجمعية الفكرة نحن طبعا بجوز يكونوا الناس معنا ولا لا وواحد بقولك أنا مو فاتح جمعية خيرية بس المجاني ضرر اي شي بتقدمو مجاني مية بالمية ضرر جربناها بموضوع الخبز ولكن انه صار فيه هدر لما منحدد سعر ولو بسيط بصير فيه حفاظ على اكثر فالفكرة انه انا كمان ما بدي اقدم الخدمة هاي مجانية انا اقدم سعر رمزي مية ليرا سورية بما يعادر خمس دولار اجار المكان في اليوم مقدور عليه وحتى اشجع الناس انا بقول له انت رح تتأجر من ادارة السوق ما لي علاقة ولكن انا كجمعية اليوم عندي دور بالمجتمع رح ادفع عنك بالفترة الاولى لما اشوف انت ماشي بعدين بس تتعود هو رح حاله يصير يأجر هذا الامر لأكثر من فائدة ادارة السوق رح يصير فيه عنده مدخل بسيط من هذا هاي هي رح ادير عملية النظافة والامور الاخرى هاي كلها تحكناها مبررات المشروع رب نرجع انه اليوم لازم نفكر انه هذا السيل من التبرعات مع الازمة مع الاموال اللي اجت هي رح تمتهي وبالتالي مشاريعنا لازم يكون فيه طابع الاستدامة الاستدامة انه المشروع يشغل نفسه بنفسه انت عملت مركز فكر فيه بكرة انه رح اقدم دورات وتكون هاي مدفوعة كيف يشيل مصاريفك نفس الفكرة نحن فكرناها بالبازار انه انا قديش ممكن بده مصاريف بين حراسة بين نظافة بين ادارة وكيف ممكن احصلها من الناس اللي رح تعرض اذا جبت رجل للمكان واذا عملت فهو هاي اللي قلت انه نحن نفكرين بآجار المتر المربع او يعني المكان اللي الناس رح تعرض فيه طبعا هاي الموقع المشروع رح يكون في منطقة يعني ادلب طبعا الهدف العام للمشروع هو تحريك عجلة الاقتصاد بعد الصراع والازمة اللي يعني صراعات الحرب اللي اليوم افقرت الناس وشلتهم تقريبا كيف ترجع الضخ اموال وتحرك الناس للشغل انا مثل ما قلت بجوز بيه مداخل تاني انه الشعب السوري عنده ميزة انه شغوف بالعمل فعليا شغيلة يعني الناس حبه لتشتغل اي شي موجود انتع بتلاحظه هون بتركيا بتلاحظه بسوريا بتلاحظه بالمناطق اللي كانت عبت انقصف مباشرة البسطات بتطلع يعني انا كنت بالمعرة لما انقصفت بعد ثلاث ساعات رجع سوق المعرة زحمة ما انا كعرفان تمشي من البسطات طب قبل شوي ابل الاربع خمس ساعات مطالعين اثمعشر شهيد يعني شغلة غريبة يحب الناس للعمل والندور هاي هاي نازم يستثمر هذا يجب ان يستثمر تأمين دخل مستدام للعوائل الافراد تحسين بيئة العمل في المناطق التي يعمل بهالمشروع تخفيف العبع على المؤسسات الاغاثية طبعا قدرة المستفيدين تغطية الاحتياج الهونس هون كرامة النازحين الصباح حكينا الكسب هو حقيق يعني مثل ما بيقولوا احدى صور الكرامة كتير اليد اللي عبتعطي نحن جربناها لما عبعطي القروض المتناهية الصغر المايكروفاينس لما عبيجيني المستفيد مشان ياخد قرض كيف نفسيته ونفسيت لما عبيجي عبيط له مساعدة أو يسجل على مساعدة هينيك جاي عبتعطينا عبسدك خصوصا لما يجي يسد الفلوس جاي هيك عبيعطيك انت داينت هاي الميت دولار تبعيتك منيتك حالك تقريبا غير لما بده ياخد الميت دولار ادمى انه الناس تعودت ما تعودت لا فعليا الكسب بيحفظ صونة الناس بتشوفه هو يعني جاي انا زلمي كسيب وبالتالي انت بدك تساعدني عبتعطيني قرض وانا عبسدك اياه هذا بايه الموضوع فموضوع صون كرامة الناس انك تشجع على الكسب لازم ما تغيب عنا عم نحكي المخرجات المتوقعة تقطية الاحتياجات الاساسية بمعدل خمس افراد المستفيد خروج هؤلاء الفئة من المستفيدين من جمهور اخوصا نحن منطقة المخيمات انه تصير هو بصير يعني بصرف على نفسه وعلى عيلته طبعا سيد البعداء مخطط هذا هو الارض طبعا فيه امور سعادتنا انه نحن في المنطقة هنيك بانين تجمع اثنين يعني في عنا 1300 واحدة سكنية بنينها بنفس المنطقة عنا 13 مخيم عم نديرهم بنفس المنطقة الارض اللي هي عليها المشروح هو اصلا مشتري احد الاخوة وواقفة لعمل خير فبانين على الجزء وبالتالي بتساعدنا بهالمشروح هي كلها تعوامل مساعدة بس ممكن تتوفر للكل وكل واحد بمنطقته قدر بالاحتياجات وكيف ممكن يعمل بهالتقسيم رجع عليها هاي بتاخد 200 محل تقريبا 200 بسطة البسطة 3 متر ب 2 ونص فانا عندي 200 عائلة اصبحت منتجة وفي الاف رح تجي تزور وتشتري انا هون حركت لهاي نرجع على طبعا احنا جربنا هذا المشروع بـ 40 وحدة صرنا من سنة وشوي لما ولقينا يعني التجاوب فيه احفاقات فيه ناس بعد ما دعمناها وكذا وكان الدعم مو انه تيجي بس يعرض لا نحن وفرنا له مدخلات الانتاج فيه نسبة باعة مدخلات الانتاج ما منقول له بس مو معناته انه المشروع كان يعني هلأ اللي استمر هو اللي هلأ حريص وعب يدفع وعم ندفع وعم ناخد منه الاجار هداك محل اكبر عم ناخد منه الاجار والامور ماشي هلأ صر لها سنون وانا اعتقد انه يعني نحن بدينا هلأ المشروع سينطلق خلال الشهر القادم عم نستنى الشتة اللي هو اجت السنة ما شاء الله امطار كتير خلت صب الارضية معطل فترة فعم نستنى بس هي مشان يكون مكان نحن حسبنا انه رح يصير بيع خضرة كذا فالارضية تصير سهلة التنظيف يعني مو طراب طبعا رح يكون في خدمات للسوق وهي شي جيد كتير نحن مشاريعنا نفكر فيها صحية نحن عم نخدم الناس بسيطة وبجوز بدها مساعدة بس خلينا نفكر لقدام انه يكون في عندنا احسان بكتير من المشاريع انا اليوم اذا بدي اعمل بازار مثل البازارات الموجودة بتركيا شو مكان بدي اعمل لهم مضلات حراسة حطة تتنيل للنظافة طيب هدول في عالم قريبة بدها ممكن تدخل حمامات فباع الحمامات احيانا بتكلفة قليلة يعني تكلفة المشروع كله انسى سعر الارض بس ما رح تتعدل عشرة الاف دولار لمضلات لهدول مثل شوادر وعلى الارض وصبت بس الارضية وتخطيط بعدين هيت مثل اي بازار موجود وراح يصير سوق في هذا المكان طبعا هاي يعني امثلة التركية هاد كتير بسيط عمدان خشب وشوية شوادر بشارع عبيعملوا بازار فنحن ما نكبر القصة بدي اعمل محلات ومئتين محل بجوز كل محل اللي كان بكلفني اربعة تالاف دولار لو بدي اعمل محلات رح يكلفوني ثمانمائة الف المئتين بأربعة اما هلا انا بعشر تالاف حتى عشر ألف دولار نهاية القصة واهم منه انه وفرت للناس البسيط للأرملي اللي عاملة مشترية كرتونين مخلل خيار وعملتهم مخلل وبدت بيعهم صار في عنده مكان وتحط الأطار ميزة بيع اللي عملت تطريز بإيده وعملت شي في مكان يتبيعه المزارع اللي زرع ببيته وسحارتين ذراب عنده مكان يحطهم يبيعهم يعني مكان انك تبيع تركتير بيحرك الناس وبحرك والناس بتقلد بعض يعني ممكن ابتداء العالم تجي يشوف هذا عبي بيع سكراب يقول لك طب أنا بلم حديد وبحط ببيع يعني مازال فيها بيع فيها مرجود العالم عملت مربى بجوز وحدة تانية يقول لك والله أنا مربى يلسى أطيب من هذا بعمل ببيع وهي اللي شفناها بالمشاريع الصغيرة بدولة مثل الكويت أنه يعني أنا منها أنه نساء وكوتيات ومختدرات يعني معاهم معاهم عملوا هاي اللي عملت كبه وهي اللي عملت كيك وهي لما سوقوا على الانستجرام وكذا صار عدوى صار كل وحدة عند مطمخ بالبيت وتصور الانستجرام وتشتغل فهي الأمور بتعدي الوقت كيف أنا تقريبا يعني نهيت إذا في إذا في أسئلة هاي هي الفكرة ببساطة طيب أنا تقريبا يعني نهيت الفكرة تبعيت يعني السوق الشعبي وإذا في الله أعطيك العافية أستاذ خالد رح تتم معنا أستاذ إيمان وبعدها نسأل إن شاء الله أستاذ إيمان مدير التنفيذية لرحمة الله وأيضا عضو في الاتحاد أخلا ستأتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر